النهاردة الموضوع بتاعنا متعلق برضو بفكرة الإعلان والإعلام هما الاتنين لا ينفصلوا وفكرة التأثير والصورة الزهنية نبدأ بقى والصورة معنا ونبدأ نعلق دي أم كلسوم مظبوط استعملوا نابولسي فاروق لأنه كذا 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 طبعا ده كان قبل ثورة 52 بعد كده ترت خلوه نابولسي شهين وشيلوا كلمة فاروق يعني الأسباب معروفة ولكن أنا عايز أقول يعني إيه القيمة ليه بدأنا بمكلسوم والإعلانات لأنه كلمة إعلان دايما لها ردود فعل سلبية مش إيجابية يعني الإطار الدلالي للكلمة مع أنه ده خطأ لأن الإعلام ده علم ودراسة وإحنا دراسنا في كلية إعلام واخد بالك يعني من ضمن ما يدرس الإعلان بالنون لكن دايما الكلمة دي بتصير قدر من الحساسية رغم أنها جزء من الحياة رغم أن الإعلانات لها جانب إيجابي كبير جدا على المجتمعات وكتير من الإعلانات تحولت إلى آيقونات في الحياة يعني بنتكلم بناء على أن كان فيه إعلان فناخد الكلمة بتاعت الإعلان اللي انتشرت وده كان موجود زمان كتير قوي واخد بالك لأنه خد بالك زمان الإعلان كان إيه وانت تتفرج على المسلسل الدرامي إجباري بتتتفرج على الإعلان صح؟ كانت الإعلانات قبل المسلسل مش في النص بقى قبله في النص وبعده وحتى كان دايما و7-4 كاشة الله يرحوم يقول إيه هو كان زعلان قوي من الحكاية دي فهو لك البقرة المقدسة على الإعلان وله تعبير تاني ده إعلانات متعاصة شوية الدراما يعني كان بيبقى زعلان قوي من أنه العمل الدرامي ده دلوقتي الدنيا بتأوسع كتير وكان بيوناضل بس طبعا ما درش يوناضل يعني ما درش عصدي يكمل لأنه الإعلان أقوى أنه أعماله زي ما تقولت من شوية يبقى الإعلان في الأول أو في الآخر ومرة في النص لكن طبعا ده ما حصلش آه الإعلان تقريبا كبار النجوم اشتركوا في الإعلانات بل أكتر من كده الإعلانات كمان قدمت نجوم تلاقي مثلا ياسمين عبدالعزيز غدا عادل مظبوط روبي آه روبي كتير قوي من الشخصيات طبعا مش أي حد لما بيطلع في الإعلان ممكن يتحول إلى نجمة أو نجمة مش مش بالضرورة ولكن أحيانا بيحصل وإحنا بيبقى فيه بس نجم إعلانات لا تستطيع يعني أنت ما تجيش يشيله من كدر إعلانات وتحطه في عمل درامي بيفشل يعني الإعلان محتاج لبمضة جاذبية ومحتاج كمان لحاجة مهمة أنك أنت كمخرج كمان أنا رأيي أنه شكرا للمشاهدين